أهلا بكم الفترة دي ماذا يفعل فلاني الفلاني إذا أراد ماذا يفعل فلاني الفلاني إذا أراد تجميل ابتسابته إذا أراد أن يصحح حيوب ما في أثنانه يفعل التصرفات كثيرة جدا ليس منها الطريق الصحيح في البداية وعلى فكرة دايما في السينما الأمريكية بيعملوا مجموعة من الأفلام قائمة على فكرة الرونج تيرن اللي هو التصرف الخطأ مرة واحدة في الحياة اتعامل مصرحية في مصر جميلة جدا اسمها سكة السلامة فكرها حاجة كانت روعة خطأ واحد بس ممكن يكلف الإنسان في الأفلام يقوله كده وفي المصرحية دي كان الفكرة كده حياته يكلفه الكثير من الوقت يكلفه الكثير من المال يكلفه الكثير من المجهود في الأسنان وتجميلها نفس الكلام واحد عايز يعمل تجميل ابتسامة ممكن الأول يفكر إنه مش شرط يعني أهرب من موضوع تجميل ابتسامة دي إنه نقف البقية مش لازم الناس تشوف سيناني ده في بعض التصرفات وبعدين يرفع مستوى لا لا الناس هتشوف طب ما بيضها تجميل يعني الناس عايزة تشوف إيه غير سينان بيضة فأفتح الناس تشوف الوصفات أجيب وصفة عباية سيناني سيناني تروح في مشكلة كبيرة جدا هارفع المستوى شوية أو في الأوبشن التالت طب ما أروح لصحبي اللي أنا بقعد معاه في الكافية اللي أنا أعرفه مش هو دكتور سينان أنا متخصص في التجميل مش شرط مش كلهم فاهمين في كل حاجة وكله بتاع كله وهيعرف يعني يزبطني أصله صحبي وأنتيمي احنا بنلعب مع بعض كورة أو بنتفرج مع بعض بنتفسح مع بعض وبروح نصهر مع بعض خلاله هو خلاله تقول أقربون أولى بالمعروف يعني في الكلام ده في الدين لكن مش في الاختيار مش في الاختيار مش الأقربون بقى العالمون فعلا في الطب أو في الاختيار الاحتمال الأخير أو التصرف الأخير إن أنا هروح بس ما أبقاش فاهم كونسبت مهم جدا إن أنا مش رايح تحت بانت تجميل ابتسامة تجميل الأسنان أنا رايح تحت بانت مهم تاني سمتجميل ابتسامة الحقيقة المعنى ده معنى مهم جدا هفهمه بالتفصيل بقى لأنه بقى المستوى اللي خلاص أنا قررت وروحت المتخصص بس هو بيصحح لدماغي الدكتور المتخصص بيصحح لدماغي بيقول لي لأ انت جايلي مش عشان تجمي سنانك انت جايلي عشان تجميل ابتسامتك تعالوا نفهم المعنى ده في وسط الطرق الكتيرة الطرقات الكتيرة اللي ممكن نمشيها ويكون فيها رونج تارن فيها لفة غلط ضيف العزيز القيمة المال المتميزة والاسم اللامع في عالم التجميل الأسنان اللي بيسعدي جدا الحوار العلمي معه اللي النهاردة منه ورد دكتور وقيد هتستمتوقع بحوار علمي راقي جدا جدا على أعلى مستوى في عالم التجميل وفي مفاجهات تصحيح لمنحنايات في فكر الكثيرين النهاردة هنحط نقاط مهمة أمامه ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لتجميل الأسنان وعلاج الأسنان وعضو الجمحية الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم لبسامة المعتمد من البي دي سي بانجلترا أهلا بك دكتور عينيو منور الدكتور لنورك طبعا الدكتور إذن علم كتير تفاصيل كتيرة تصحيح لمفاهيم كتيرة إيه رأيك فكرة الرونج تيرني الناس كتيبة تمشي آآ يعني فكرة القرار الخطأ القرار الخطأ الأول في التجميل بالذات إن بيبقى العيان خلاص أو الكلينت أو البيشنط بيبقى خد شوت طويل قوي ومشوار طويل قوي فحاجة غلط فنفسيا لو جيت تقوله الحاجة الصح وأصلا مش هتقبلها بسهولة يعني هو مثلا قاعد يعالج أسنين وغلط أو تجميل لأسنين وغلط لمدة مثلا سنة ولا حاجة آآ وبعدين بعد السنة دي الموضوع فشل فتيجي أنت تقوله واق والله الموضوع بسيط وهياخد أربع خمس تيام وعمره ما هيصدق فالفكرة كلها أنت لو خدت القرار المزبوط من الأول أولا هتاخد نتيجة أولا هتوفر وقت وجهد وفلوسك وابتسامتك طبعا هتبقى بتنور هيبتبقى صدمة حيثة أنه واحد يمشي قرار خاطئ أو يعمل حاجة خطأ لفترة طويلة وحد يقوله لا يا عم أنت ماشي غلط ارجع وارجع دي بقى لو أنت قلت له ارجع دي بسيطة هيقولك لا مش بسيطة أنا تبهدلت قبل كده في الشارع لوحد جاي لك مخالف وانت جاي في الطريق ووقفت وقتوله ويرجع الطريق ده كله ويرجع بظهرك بقى أنت مشي الطريق غلط هو أول رد فيه لك لا 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 مش غلط مفيش يفتك أنا أتأول الطريق مع العلم يا دكتور أمين أنا عايز أقولك حاجة أنا 80% من حالات تجميل الأسنان عندي في العيادة هي إعادة تجميل أسنان يعني حد رح أجم الأسنان وبرا وجالي عشان نصلح التجميل اللي عمله برا ده أصعب بكتير جدا من أنه هو يجيلي في الأول أصعب ونتجته أقل من لو أنت جتي في الأول بأسنانك عادية من غير ما تبدأ تجميل فيها بطريقة مش مظبوطة أسهل لي بكتير أو أنه نبدأ من الأول طبع لسه الناس مثل أخبطة ما بين كلامك أنت قلتين لا أو بتقول دايما تجميل ابتسامة مش تجميل أسنان صح كده؟ صح إيه الفرق؟ طيب أنا هقول لك الفرق الأول ببساطة كده تجميل الأسنان يعني الأسنان تبقى شكلها حلو هل ده سهل وبسيط أو سهل وبسيط تجميل الابتسامة أن أنت أو أنت بتضحك أو أنت بتتكلم أو أنت في حياتك العادية يبقى شكلك حلو هل ده صعب ولا سهل على الدكتور؟ لا مش سهل تمام؟ تمام طيب لو إحنا شفنا صورة زي دي وركز يا دكتور إيما في السؤال عشان إيه؟ الله عليك صعباني شوية الله عليك صعب أحب الأسئلة الصعبانية أنا بعش هالأسنان إيه رأيك؟ إيه الوحش اللي في الأسنان اللي قدامه؟ أولا طبعا في السنتين الأمامين متأكلين جدا قصيرين وده عكس المتوقع حلوة الفرقات ما بين السنان حلوة في جزء مكسور في السنة قدامنا الشمال الألوان والتسبغات الموجودة تمام كده أنت مركز معي أو صحي وإحنا لسه صحيين أه صحيين يا رب نحن سجل الساعة اتنين بالليل تمام أو التلاتة بالليل تمام كده أنا سألتك يا دكتور عامن إيه رأيك في الأسنان دي؟ جاوبتني بالزبط قلتلي السنة دي طويلة السنة دي قصيرة السنة دي فيها فرقات طب إيه رأيك يا دكتور عامن في الابتسامة دي؟ لا مش حلو ليه بقى؟ لأنه كل اللي إحنا قلناه دوت بلاص بقى البق الكريدور أيوة اتكلمنا كده بقى في حتة التاني خالص غير الأسنان بقى الكريدور أيوة اللاساوية اللاسا بينة اللي ابتسامة معكوسة يعني السنتين اللي في النص أكثر من الأنياب كده دي اسمها ابتسامة يبقى معنى كده إن لو أنا روحت للدكتور أسنان عادي مش دكتور تجميل أسنان قلت له لو سمحت جميلي أسناني هي دي معمولة؟ لا دي مش معمولة بس إنت لو روحت له بالحالة دي بتقول له جميلي أسناني هيعمل إيه؟ هيعالج الحاجات اللي إنت قلتها هيخلي اللونها حلو وهيخلي مفيش فراغات بين الأسنان طب حل العينة دي هيبقى شكلها حلو في الآخر لا أسنانها هتبقى شكلها حلو آه طب أنا فرحتي إن أنا تبقى أسناني شكلها حلو شكلي أصلا كل وحش فإذا فرق كبير قوي بين إن أنا أجمل لك أسنانك أرسلك أسنانك وخلي اللونها حلو وده بسيط قوي وده أي حد يارف يعمله تجميل الابتسامة بقى ده اللي هنشوفه في الحالة بعد لو شفنا بقى الحالة دي كده ابتسامتها اتجملت مش بس أسنانها أنا مش مهم عندي الأسنان الأسنان دي أبسط حاجة تتعمل إنما هنا بقى الابتسامة نفسها تحولت لو جبنا الصورة قبله بعض مع بعض يا صعبة دي الحالة طبعا مش سهل قولي الحتة اللي بيت دايما أنا باستغربها ودي شفنا احنا في حلقاتنا في الناس الحدو لو حد عايز يراجع الحلقات دي مهم قوي إنه يشوفها إزاي بتغير البكة الكوليدوري ويشرح لده إيه هو البكة الكوليدوري البكة الكوليدور ده الديهليز اسمه بالعربي كده الديهليز الاسود بزبط أو المظلم اللي في آخر الشفايف الحتة دي اللي هو إن الحتتين اللي جنب زوايا الشفايف الخارجية يكونوا مظلمين بالشكل ده بالزبط يمينوا شمال أيوة تماما دي أول حاجة تاني حاجة ده كده البكة الكوليدوري هتلاقي في الصورة اللي فوق ده خلاص اتقفل طيب إيه تاني؟ الابتسامة مع كوسة المفروض الأسنان لو رسمنا خط ماشي على طرف السنان من تحت يمشي مع الشفايف يبقى باراليل موازي للشفة لو رسمنا خط ماشي مع الأسنان اللي تحت مع الشفة اللي تحت هتلاقي معكوس ده يديك إيه؟ يديك طاقة سلبية على طول تلاقيه اللي قدامك إنت بتضحك هو ما عارفش إنت بتضحك ولا بتتريق عليه هو مش عارف هو يديك إحساس بالشر بالزبط شر وطاقة سلبية ناجات آه آه تمام؟ ثالث حاجة اللي بتسامة اللاسوية رحت كان عندها اللاسة بتبان ناحية الشمال فوق ناحية الأنياب ما بقاش موجود الكلام ده ده كده اسمه تجميل ابتسامة يفرق كتير قوي عن تجميل الأسنان أنا هوريك يا دكتور آيمن بعد شوية حالات عاملة تجميل أسنان شكل ابتساماتها أصلاً وحشة يعني اللي ابتسامة نفسها وحشة الأسنان متجميلة أو متجميلة بس شكل يعني انت رايح لدكتور الأسنان أو رايح تعمل حاجة تجميلية عشان تبقى أسنانك شكلها حلو شكلك كله يبقى حلو غايش شكل يبقى حلو فده الفرق فيه فيلم اسم مخترق الجليد فيلم حلو قوي تمام جابوا واحدة في القوي الواحدة دي تمثل في الفيلم ده متحدثة عن الشر يعني أنا قلت لهم قبل كده عايزين نجهز مجموعة صور لممثلين السنان هي التي تعبر عن الشر في المكير محور الشخصية هو محور الشخصية جايبين صونة واحدة بسنانها هي تعبر عن الشر تعبر عن التسلط وحتى مصورينها عاملين كدر يعني قلت المخرج ده زاكي جداً يعني متصورها من الجنب وهي بتتكلم فطبعاً عيوب السنان باينة جداً من الجنب الفراغات فمباين بكلوز كده مفيش حاجة تانية فوشها عامل لها تدل على شر غير المنظر ده هي أسهل حاجة تطلع شخصية الإنسان اللي قدامك السنان وعنية اه ومش يقدر يعمل مكاش كتير في العينين غير انه يسوت تحت العين والحاجات دي كلها لكن السنان بيعمله بيعمله عايز غبي منه فيه مثلاً اغبي منه فيه اه طويله السنين حد اه عايزين حد مسلاً يبقى معلم قواديم يعملوا سنة سودة هنا كده اه يعني بيعرفوا يلعبوا في السنان بسهولة اه كلنا شفنا فيلم بتاع اه واحدة في المنزل التلاتة الشرر الأشرار اللي بيسرقوا الاتنين بين او التلاتة اللي بيسرقوا البيت اللاعبين في سنانه اه ما هي أسهل حاجة اه واحدة في المنزل ده مجموعة الدراما الكوميدية الجميلة بتاع الزمان فده يدل على ان انت ممكن تغير من حياة انسان او شخصية انسان بس بسنينه طب عمره بقى سنه سنه دي بقى مهمة ودي احنا تقريباً من قوائل الناس اللي اتكلمنا في الموضوع ده سن الانسان انا عشرحلك برض دكتور ايمان حاجة دلوقتي انا لما بكبر في السن شوية الوش بتاع الانسان متكون من ثلاث اجزاء ادي الجزء اللي فوق وجزء اللي في النص وجزء اللي تحت تلت تلت التلت ده سابت عمر ما يتغير ده سابت ايه اللي بيتغير ده طب ده ليه بيتغير نتيجة لتآكل الاسنان او ان تبقى الاسنان خلاص يعني اتكلت او قسرت او حصل لها حاجة فالجزء ده بيتطبق زي ما بيقوله فكل لما تكبر في السن السنان بتقصر شوية فالحتة دي تتطبق اكتر طب لو فقدت الاسنان اللي موجودة تتطبق اكتر لو شفنا مثلا حالة زي اللي موجودة دي سيبك بعمل اسنان مش هنتكلم على اسنان خالص انت كده قولي حاسس بايه اول ما تشوف الصورة دي حاسس بحاجة يعني فيه تور اكشن ده الشكل الكلاسيكي بتاع اللي بيسموه العبوس او الغضب الغضب اه عابس عابس يعني غاضب تمام ده اسمه رستبوزيشن يعني انت بتقولي العين ما تعملش اي ري اكشن خالص بس في البقك فبيطلع بالشكل ده طب هل هو قاصد يطلع الشكل الغاضب اللي حراك بتقول عليه ده لا مش قاصد خالص هو ده طلع لوحده ايه تاني هتلاقي المسافة بين مناخيره وودأنه صغيرة جدا متطبقة ممكن تدي له عمره اكبر من عمره يعني تدي له عمر كده يا دكتر عامل جاء هنا خمسين خمسين مستريحة او حلو خمسين كان طب لو شفنا بقى الصورة بعدة ايه فردنا شوية الدنيا فردت كتير مش شوية اه وسنه صغر اه طبعا وما بقاش فيه وما بقاش فيه الوجه اللي هو الغاضب او بقى عادي طيب او بص انا هو ده فرستين كندش اه اه طب بص يا دكتر ايمن الفولدس اللي هنا دي الجانبية الجانبية خفت جدا بقيت طبيعية بالزبط قلت كتير فكل ده بالاسنان فقط يعني ده ولا عملنا له ولا بوتوكس ولا فلر ولا اي حاجة كل اللي احنا عملناه السنان اللي فوق طولناها شوي اشوف الابتسامة احنا بقى بدأتfta وبابتسامة كل اسنان اه انا مليش علاقه بالاسنان مش عايزة تكلم عن اسنان اصل احنا كل اللي عملنان تحنا طولناه السنان وشوية مش عايز بقى تكلم عن اسنان اعايز اتكلم على تأثير الاسنان على الوش عموما كده بقى يعني احنا خلاص مش تصميم أسنان بس ولا ابتسامة بس انا بغيرلك شكلك كله من برّك يعني في طريقنا احنا عنواننا النهاردة ماذا يفعل المريض ده عنوان أنا ماذا يفعل مريض الأسنان عموماً أو الباحث عن تجميل الابتسامة من ضمن خطوات الحياة بالنسبة للباحث عن الابتسامة والتجميل انه يرفع سماعة التليفون مش يرفعها بعدها قصد يمسك الموبايل ما عادش فيه يرفع سماعة التليفون ده تعبير بتاعنا احنا بتاع جيلنا يمسك الموبايل ويجري عدة اتصالات بعدد من المراكز المشهود لها بالكفاءة للتأفيد أجميل للأسنان وسؤاله في كل مركز يكون سؤال واحد فقط غالماً أو سؤالين بس هو سؤال واحد اللي في دماغه أنا هقول لك هو ايه بكام بكام احفقتي بتغطله كتير الحكاية دي هو ده سؤال صح السؤال مش صح طبعاً اسأل بكام بس مبقاش ده أول سؤال يعني يبقى آخر سؤال أو تالت أو رابع سؤال ليه؟ أنا ممكن أروح أدفع فلوس كده يعني أدفع فلوس قليلة في حاجة تبوز لي أسناني وكده كده هعيدها تاني وأدفع أغلى يعني أنت لو روحت عليكت أسنانك مظبوط من الأول مظبوط بأسعار معقولة مش قصدي قليلة بس مش أقل حاجة يعني مش بأول سؤال تسأله للدكتور بكام قلوا الأول أنت هتعمل لي إيه؟ دماغك فيها إيه؟ إسمائل إيه؟ طب هتصغرني كام سنة طب الماتيريال إيه؟ كده إنما كلمة بكام تجميل الأسنان أولاً تجميل الأسنان ما فيش حاجة أسمها بكام لأن دي مش حاجة سابتة تجميل الأسنان ده مش سلعة أو منتج بيتباع تجميل الأسنان دي نتيجة يعني أنا ممكن تبيض بس أكون عملت لك تجميل الأسنان ممكن سنة واحدة ممكن ستة ممكن تمانية ممكن تقويم ممكن قص سلسة ففي فروع كتير أبي فيش حاجة اسمها بكام تجميل الأسنان فدي حاجة أو جملة شائعة غلط بتتقالي طيب إحنا لو شفنا حالة زي دي طب ما دي عاملة تجميل الأسنان دي أكيد أول سؤال سألته للدكتور بكام عندك وراحت لأرخص حاجة يا رأيك في تجميل الأسنان اللي فوق ده بقى أنا بقى مع هو ده بقى يعني لو أنت قلت لي إن المعمول فوق ده فوق ده تجميل الأسنان ما هو باين إن هو تجميل باين إن هو تركيب تركيب بس يعني أنا باستغرب جدا إن ممكن تصرفات تحصل فطب الأسنان 2022 تكون بالشكل ده طب الحالة دي من يعني ده كده مش شغل قديم ده من ست شهور أول ما أنا بقولك 2022 أه يعني ده مش مثلا حالة عاملها من عشر سنين فبوزت دي قعدت ست شهور وبقت كده أه أنا مش عارف الحولالة اللي حصل في السنترال إن سيسول ده حصل ليه ده كل حاجة يعني طب هقولك على حاجة يا دكتور عين خلي كأن السنتين اللي في النص يسيبك ملع وجه اللي فيه أه خلاص كأن أنا أنا شايفها يعني خلاص مش هنركز معها بص أصلا اللاسع بص الناب أصغر من السن اللي في النص إزاي ناب لازم النبي بقى أد أو أكبر من السنة اللي في النص أطول بص اللاسع في النحيتين بقى أين إزاي بص العدم توزيع المسافات بتاعت الأسنان بص السنتين في النص عراب جدا هو عامل الكبري تحت أنا مش عارف هو فيه تحت الكبري هو فيه تحت حاجة غريبة وفي حاجة فيوزد كده ملاش علاقة بالسنان أساسا تقريبا ده حاجة مؤقتة يعني إنه مفوق ده تركيبات والتركيبات دي مش رخيصة جاء التركيبات دي مش بورسلين دي زركونيا أوكي الفكرة كلها إن دي أول سؤال سألته أنا متأكد بكام التركيبة وراحت لأرخص حد أنا ده متأكد منه بنسبة مليون في المية دي ما دورتش ولا شافت حالات الدكتور ولا تعبت نفسها في إن هي تفهم يعني إيه تجميل أسنان أو تجميل ابتسامة زي ما بنقول طيب دي لو كانت جات لي من الأول خالص ما كانتش هتدفع التكاليف اللي دفعتها هنا دي أولا سنين كان هيبقى الوضع كده اللاسة بتاعتها يبوزد فعالجنا اللاسة فبدل ما تاخد أربع خمس ايام خدت أسبوعين عشان اللاسة عشان اللاسة فلو شفنا بقى الحالة بعد ده كده تجميل ابتاية دي هي نفس الشخصية؟ نفس الأمر نفس البيشنت فدي كده اسمها تجميل ابتسامة وده اسمه تجميل أسنان تجميل أسنان وتجميل ابتسامة ده تجميل عموما اللي فوق ده ده استرخاص أو أنا بدور على أرخص حاجة أو حاجة تماشي الدنيا طب إيه اللي استفادته إن هي دفعت مرة تاني أنا نفس كنت أشوف رد فعلها في المرة الأولينية بعد ما تعملها ده وطلعت ما عرفش كان راكش متاح حملة إزاي في فكرة تانية يا دكتور أيني هي عملت اللي فوق ده في ستة شهور يا خرب سويت فلما أنت هي خلاص فقدة الأمل على فكرة دي كانت جاية مش جاية هي تعمل سنانة دي فقدة الأمل أنا خلاص يعني أنا مش رايحة دكاترة تانية أصلا هي جاية مع جوزها جوزها هو اللي بيعمل حاجة في اسنانه فأنا شفتها فبقول لها إيه اللي في بوقك ده قلت لي بص أنا مش عايزة عارفت جملة مش هونة أنا بكرها دكاترة الأسنان مش عايزة أتعمل معاكو تاني فبقول لها فيه وريني واتحكي قلت لي أنا عملت الأسنان دي في ستة شهور رحت في مرة يقل عن تمنتاشر زيارة لدكتور الأسنان ومش عايزة أنا عايزة عايش كده أنا لي يا صديقة قلت لي نفس الجملة من حوالي ثلاث سنين أو أربع سنين راحت قعدت سنة مع حد ما سنة والحد ده يعني في يعني في المكان كويس في القاهرة يعني فأنا استغربت سنة إيه اللي يقعد سنة يزبط يعني ليه سنة أنا استغربت ساعتها جدا يعني هو عفكرة عامل الوقت مهم جدا جدا طيب دي كده بتقولك أنا عملت في ستة شهور ودي كتين نتيجة طبعا فبقولها أنا هعملك أسنينك في أسبوع أسبوعين بالكتير هتصدقني بسهولة مستحيل فأولا عبالما أقنق يعني أنا البيشن دي قلت لها طبعا هقولك حاجة أنا عشان دوم من النتيجة اللي هتحصل ما تدفعيش خالص حساب الشغل بتاعك غير لما تخلصي وتتبسطي أساسا فإن الدكتور يشتغل حالة هو مش قوير أو هو مش عنده المعلومة الكافية إن هو يعالجها ويخش في الحالة ويبوزها ويسوق نفسيتها ويسوق سمعة دكاترة الأسنين زميله ما أنت كده ما هي بتقولك أنا مبكرة هدا كاترة الأسنين ما أنت من يعني أنت كده أثرت علي أنا كميل على فكرة ده في كل حاجة آه آه بص إنت فتحتيني في حتة معليش لازم أقولها يعني ودي لازم أقول الناس محدش يقول أو يقارم بين البرنامج الطب اللي إحنا بنعمله اللي اسمه الدكتور أو الناس الحالوة وأي حاجة بتحصل تحت مسمى برامج طبية داني لأن انا بشوف ده بصراحة غلط ده لأنا بقوله لكم ده مش يعني نوع من التحيز أو نوع من التجميل لشيء إحنا بنعمله لأن انا بشوف تجاوزات وحاجات بتحصل في بعض الحاجات في بعض الشاشات لا غريبة جدا من أنا أجيب مش دكاترة يتكلمون من أنا أجيب ناس يتكلم بعيدا عن الطب تماما إن أنا أعرض منتجات ودي كرسة إن أنا أعرض منتجات مفهومة يعني إيه منتجات تتعرض ويبقى بنبعها من خلال شاشة يعني إن أقعد بها نحط بارطمانات جنبنا ونقعد إن الكلام ده مش منطقي ومش إسيكل ومش إعلامي ومالوش علاقة بالطب ومالوش علاقة بحاجات كديرة يعني إيه منتجات لإيه يعني إن أنا أجيب حد برضو مش متخصص في الشيء ويتكلم فيه يعني أو مش دكتور خالص بقى أنا واحد بيخصص عبر الإنترنت واحد مش دكتور يخصص أنا معلش أنا خط في حتة عشان ممناسبة ليه؟ لأنه في الآخر الناس بتعمل معانا زي ما بتعمل معاك يقول لك برنامج طبي ده هي بيكلموا بقى كلام مالوش علاقة يعني أنا شفت برنامج في الحتة الفلانية عامله كده زي ما اتعامل تجميل في الحتة الفلانية وطلع بالشكل اللي إحنا شفناه ده وقته بالتالي كرهنا كل تكاترة الأسنان أو كرهنا كل تكاترة ده الجملة بنسمعها أنا بكره دكتور الأسنان بس حتت أخاف منه بس غير كراه وكراه دي معناها تجربة سيئة بالضبط وفي حاجة تانية عايز برضو يا دكتور أيمنال في تنظر الناس دي حاجة مفيش في جامعات طب الأسنان تجميل أسنان بيتدرس بطريقة على ويت سكيل على أكاديم آه يعني مفيش يعني مش بنخرج عارفين يعني اسمائل ديزاين أو عارفين دي لها كذا طريقة تانية الناس أول ما بتتخرج بتدرسها يعني ممكن كورس برا مصر دبلومات ماجستير دلوقتي بقى فيه ماجستير تجميل أسنان بس من خمس ست سنين ما كانش فيه انت عندوكم كمبرانشات اللي هي الجزور علاج الجزور حشوة 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 اللي هي إنما مفيش تجميل أسنان دلوقتي مؤخرا بقى فيه بس تجميل الأسنان بيعتمد في الأول وفي الآخر على عين الدكتور وزوءه وطريقة حياته ولبسه وكل حاجة السؤال التاني برضو الوقت سؤال كومن جدا خصوصا اللي عايشين برا مصر وإحنا لينا يعني شعبية الحمد لله وجمهورنا في الوطن العربي إحنا بنحبه هو بيعنده برضو السؤال ده وده وقحهم بقى لازم يسأله فيه خصوصا المصريين كمان اللي راجعين أجازات هيسأله على الوقت ده مهم قوي اه يعني أنا احترم البيشنت اللي بيسأل على الوقت ما هو فيه ممكن ناس تقولك إيه لا مدام الحاجة بتاخد وقت طويل يبقى الكواليتي بتاعتها أحسن من لما تاخد وقت قريب في طب الأسنان لا الكلام المسطح طبعا أنا لو عندي الخبرة الكافية أن أنا خلص لك الحالة في جلسة أو جلستين بسرعة بالكواليتي حلوة قوي هو ده الرقم واحد والتكنولوجيا اللي بتخدمتها طبعا طيب أنا حالة زي اللي موجودة دي دي تعملت في كم يوم؟ أسبوع أربع ديئة أربع ديئين امتى يعني أنا لو اتأخرت عليها تعملت خبرة برضا تعملت خبرة طالما عندنا الأجهزة طالما عندنا الأشياء على المقطعية عندنا كلها جناعة أنا لو تأخرت عليها بقى تأخرت مثلا عملتها في أسبوع ده لو أنا عندي زحمة لكن أنا أقدر عملها في أديف أربع ديئين يعني لو أنت مزنوق أو مسافر أو براك أي حاجة أربع ديئة ما أنت تبقى كده من كده لكده حالة تانية برضو زي دي دي برضو عاملة تجميل أسنان فوق عايق انت بتقولي أن الحالة اللي فوق دي كانت تجميل أسنان بكل العيوب ده في ناحية أطول من ناحية وفيه اللي بعد النبدة بارش فيه سنة بارزة أو شايفها وفيه فراغ في النص وفيه فراغ في النص طب هو عارف ليه دكتور إيمان؟ طلب أنه يسيب الفراغ في النص حتى الفراغ غير متساوي في النص ما بالزبط هو على فكرة لو قفل الفراغ هتبقى أوحش ما هو ما لو هو على نفس شغله كده يوزع المسافة على المسافة لبقيته السنة الفراغ ده لو تقفل في حي يعني لو تقفل بنفس طريقة شغله كده فيبقى للشكل وحش قوي الفكرة أنه انته توزع الفراغ زي ما دكتور إيمان كده بيقول توزع الفراغ ومفروض دكتور إيمان مش دكتور أسنان يعني ولا ليه علاقة طب الأسنين أساساً أنا طب بشر المفروض توزع المسافة اللي في النص على بقية الأسنين حالة زي دي برضو تعاملت في أربعة تيهن طيب ده بقى رجعنا دي حلو قوي عجبتني الحالة دي قوي ليه بقى؟ أولاً اللون والماتيريال رائعين ومناسبين للبشرة بتاعتها وكل الحالات أجبتني بس دي من الحالات أجبتني جداً دي هادية الكيس كده تحس إن هي هادية يعني اللون مش جامد الاسمايل مرسومة يعني بالضبط كاين اسمايل دي برضو دي بقى نتكلم على الوقت أربعة تيهن نتكلم عن التجميل كده فيه تجميل ابتسامة اللي فهو دي عمل لها تجميل أسنين يعني تلاقي أسنينها مثلاً كانت صفر عمل لها بتركيبة مش عارف نوعها إيه غريبة كده بقت كده دي طبعاً فوق أول حاجة سألت عليها إيه؟ بكام طبعاً مرضو طب أكيد عند الدكتور الأولين لا 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 دا فيها عيوب برضو لنرجع نقول تاني هل الفوق دا تجميل ابتسامة؟ مش ممكن ولا أسنين ولا أسنين ولا تجميل وده انت عارفوا انتوا عارفين يا جماعة أنا أول ما شوف الصورة الفؤانية دي لو شوفناها لوحدها حاسس دايماً إن المريضة أو ما هتوقع إحساس إن المريضة كأنها متقلمة من شيء عن ناحية الشمال كأن في حاجة معينة في وشهاها عن ناحية الشمال مدايقها لدرجة إنها يعني عاملة كز بناحية الشمال دا الإحساس اللي موجود عندي طبعاً إسماني بتوصل كل الأحاسيس اللي أنت عايزها يعني متدايقة من حاجة جز على أسنانها الفتحة كمان اللي في النص هي ممكن تكون كانت يعني أكبر من كده وهو دا يعني دا اللي عارفه يوصلوه يوصلوه يعني بس لأ يعني لازم قبل ما نجمل أسناننا ندور كويس قوي عالدكتور اللي هيعملها تجميل بالذات علاج الجسر وعلاج العصب والحش والعادي كل دا كوم وتجميل أسنان كوم تاني خالص وسكة تانية خالص ويازم أقعد أقل بالدنيا عالدكتور اللي هيشتغل عندي سؤال ليك بقى سؤال دا بتحريفة يعني ماشي سؤال أنا الحريفة بس إيه الفرق بين قص اللسة وتحميل اللسة أو ترحيل اللسة قص اللسة وترحيل اللسة ترحيلها قص اللسة دا يعني أنا حد أسناني موجودة هي وفي لسة بتبان كل اللي أنا هعمله إن أنا هشلك من اللسة عشان زي الحالة اللي موجودة دي لسة بتبان والسنان صغيرة صح؟ مش السهل فهو صغيرة شلنا اللسة فالأسنان بانت فخلاص وبيض وعملنا فينيرس فينيرس اه ماشي طيب دي كده اسمه إيه قص لسة وفينيرس دا سهل سهل جدا أي حد يعرف يعمله ليزر بقى جراحة أي حاجة بس سهل طب لو شفنا صورة تانية دا اسمه بقى ترحيل هنا الأسنان مش صغيرة ايوة لو قصيت هتوب بقى الأسنان كبيرة جدا طبعا اه فأنت لو قصيت السنان في الحالة اللي فوق انت هتشال دكتور سنان على طول أنا طبعا أنا كخطف لذلك ماشي أنا طبع سنين كده طبعا لو قصينا طبعا اللسة فوق السنان دي هتبقى ديه هي طولها مثلا كده عشرة ملي هتبقى تلتاشر ملي دي مفيش إنسان طول سنة و تلتتاشر ملي طبعا دي عملنا الترحيل للسة يعني ايه قصينا من اللسة فوق وقصرنا تحت بقى طول الأسنان تحت تسعة ملي ومفيش لسة يعني بقى تحت أقصر من فوق وكمان مفيش لسة ده سمو ترحيل ده سهل؟ لا مش سهل طبعا يعني مش سهل على أي حد نقص ده كده فوق ما هيعملها تركيباتها هي تجميل برضو هتقولي إن اللي فوق ده تركيبات تجميلية عملها تركيبات تجميلية نعم هسهل لفوق مالهاش علاقة بالتجميل خالص ده كده دكتور أسنان عمل لها تجميل أسنان اللي تحت ده تركيبgers يعني دكتور تجميل أسنان اللي فوق ده دكتور أسنان لازم نفرق من دكتور الأسنان اللي هو بيخلع ويحشي وبيعمللي تنضيف والكلام ده كله والدكتور اللي هيجمللي اللي ابتسامة بتاعتي الدكتور اللي هيجمللي اللي ابتسامة ده سكة تانية خالص غير الدكتور الأسنان العادي عندي أضاية بقى كبيرة قوي اللي هي بروز الأسنان أنا دايماً أشوف أن بروس الأسنان دي أصعب حاجة أو من الحاجات الصعبة هي والعطلة المحكوسة من الحاجات الصعبة أولي بتواجهكم يعني أنا ما يكون جاي عيان عنده بروس سنان أكيد هيتعليك بقى فترة طويلة وأكيد يعني هيحتاج تقويم مسلا يعني في الغالب ولا ممكن وبعد دي حاجات تقويم أنت عارف أنا لو إحنا عملنا ستاتيكس هللاقيني فيه ناس كتير في سنة معاين بيهرب من التقويم ما بيستجبش ومعظم الحالات اللي جات ليهاية كبيرة كتت عاملة أصلاً تقويم وفشل أنا مش ضد التقويم ولكن التقويم في حالات معاينة التقويم لازم يبقى مناسب للمريض سناً وشغله ودراسته وهل هي بنته ولا ولد كل ده يعني لازم يبقى الموضوع مناسب لها جداً عشان التقويم ينجح مش بس أي حد جالي ببروج أسنان أو عمل له تقويم حالة زالة موجودة الحالة دي زمان عمل التقويم أسنان طبعاً البروز مش هيبان من الصورة دي هيبان من الصورة اللي من الجام يعني لو شفتنا الصورة اللي بعد دي هتلاقي فيه صورة من الجام بروز الصورة دي شايف البروز قدية دكتور أيمان؟ كتير كتير ده نتيجة إيه؟ عمل التقويم زمان فشل أو بنبستش المسبق هي دلوقتي عندها مثلاً حوالي خمسين سنة مثلاً طب دي إنت دلوقتي لو جيت تقول لها عمليه تقويم هتعمله؟ ما أعتقدش مستحيل أولاً ليه بقى لأنه مش مناسب طب هل هو في حالتها صح أو صح؟ طب هل هو مناسب؟ لا مش مناسب ليه مش مناسب؟ ونسمع بالعينة أولاً هي عملت تقويم قبل كده وفشل فإن أنت تقنعها هتلبس تقويم تاني صعب جداً تاني حاجة هي أصلاً عاملة كانت حايزة تعمل تركيبات في سنانها والموضوع فشل بلا تالت حاجة سنها أنا حد عندي خمسين سنة وأم مثلاً أو عندي أبقى أنا فاضية للتقويم ولا أن أنا حط حاجة مش مناسب ليه طيب دي عملنا إيه؟ عملنا تجميل في قد إيه؟ في أسبوع لو شفنا الحالة بعد بص كده يا دوتر آيمان اتحولت من فوق لتحت في أسبوع أنا كده شايف صغرت كده تخيلوا بقى لما أنت قلت لي خمسين سنة في الصورة الأولينية اقتنعت لكن اللي تحت دي لما ديك شوفها الوحدة تبتكرى خمسة وعشرين سنة أو خمسة وعشرين تمانية وعشرين آه بجد والشفافة استريحت والدنيا استريحت ليه بقى كل ده؟ اتعمل لها حاجة اسمها تصميم التسام مش بس خلنا لها الأسنان مرصوصة والكلام ده لأ أنا عايز أول محد يشوفها يقول الكلمة اللي انت لسا قيلها دلوقتي أنا حاسس إن سنها صغر أنا حاسس إن شكلها بقى أحلى شكلك هيتغير مش سنانك هتتغير فرق كبير قوي إن أنا خلي شكلك يتغير عن طريق أسنانك وإن أنا خلي سنانك هي اللي يبقى شكلها أحيلا بص الفرق بين البروز فوقه تحت عامل إزاي؟ طيب أنا شايف بقى إن في الحالة دي التجميل أنسب من التقوير ده دي نقطة وقضية هامة جدا أنسب يعني في فرق بين أنسب وأفضل أنسب ده أكوردن كتوزة كيس بالضبط تبقى للحالة بالضبط هفاجعك بقى بتلت أفعال هقولك الفعل وحضرتك هتقولي الجملة التي تلي هذا الفعل أو اللي هيقتر في بالك في هذا السياق يعني الفعل الأول أغضبني لما يقولك أغضبني إيه اللي يخطر في بالك؟ فهتقولي أنه أغضبك ده حاجات كتير بس أنا أقولك أكتر حاجة بالدين أغضبني إن الدكتور مش متخصص في تجميل الأسنان يمدي إيده في حال التجميل يعمل بقى فينيرز كراونز الحاجات بقى اللي هي الخاصة بالتجميل الدكتور مش متخصص في تجميل الأسنان أو تجميل الابتسابة يعمل عملية تجميل ده بيباوز صمعة دكترة كلهم إنت بتلاقي دلوقتي صمعة التجميل يعني تقولك ده بيعمل ريحة وبيقع بعد سنتين ولازم تغيره حصاد عدم التخصص بالضبط ده حصاد عدم التخصص في حاجة تانية لو أنا رحت الدكتور متخصص في التجميل بس مش شاطر ده مسئولية العيان أنا عيانة هون في قدامي عشر دكترة أنا هدرس كل حالتهم وهدور على ده وافهم واروح لواحد زوقوا وحش دي غلطتي إنما أروح أصلا لحد مش متخصص في التجميل دي غلطة العيان وكمان الدكتور إنه هو يرضى يشتغلها فالموضوع ده بيدهيقني معنا هو العيان ما بتفرجش علينا لو تفرج علينا هيفهم إنه يعني إيه تخصص لو تفرج على الدكتور ونسر حلوة هيستوعب وهيبع عنده ثقافة فهم إن الطب ما بقاش حد بتاع كله في كل البرانشات ده يعني علمتكم أو مش أنا آسف يعني إحنا هتعلمنا مع بعض إن العيون بقيت برانشات في ناس متخصصة في القرنية متخصصين في الشمكية في ناس متخصصين في جسم الزجاجي ده العيون الأسنان القلب كل حاجة النساء النساء فيها تخصصات البطنة فيه ناس بتوع جهاز هضمي فيه ناس في البطنة بتوع غوضة صماء فيه ناس في البطنة بتوع كلا لازم تقول أسنان فيه ناس تجميل فيه ناس زراعة تخصصات السؤال الفعل التاني أدهشني مش أغضبني أدهشني إيه اللي ممكن يكون أدهشك في فترة التكنولوجيا الرهيبة قوي في تجميل الأسنان دلوقتي بقى أنا نعمل 3D smile design أنا دلوقتي البيش أنت أول ما بيجيلي بيلاقي أولا العيادة استوديو أنت داخل استوديو تمام بصورك فيديوز وصور بدرس حالتك بعملها ديزاين 3D على وشك ونصمم اللي بتسامل كل ده في 4 أيام 5 أيام أدهشني أدهش طيب التالتة أسعدني نختب بيه أن دلوقتي خلاص بقى البيشنت يجي مش أول سؤال يسألك بكام أو الكلام ده وبقى عارف يعني إيه تجميل الأسنان يعني بقى خلاص بقى قوير شوية بالفينيرز والكرام وبقى عارف إن الدكتور ده متخصص في التجميل لأ ده بتاع الحشو لأ أنا مش أروح لدكتوري اللي جنب البيته وخلاص لأ التجميل بالذات هدور كويس قوي وقل في الدنيا أو المكان أو الدكتور اللي أنا هسترياح له نفسيا في التجميل هو ده اللي اشتغل معاه نفسيا هسترياح له ومهم جدا الصنعة مهم جدا الدراسة مهم جدا أنت تزاكر دكتورك قبل ما تروح له نورته وشرفته ومدعت في الدكتور وكالعادة في الناس الحلوة الحوار القادم سيكون أيضا عن تجميل الأسنان من تفاصيله هنمسك تفاصيل مهمة جدا جدا أنا بدعوك هوا شوف اللي بقولك على طلباتنا المنيو عايزين نتكلم على تفاصيل دقيقة في تجميل الأسنان تفاصيل دقيقة في الماتيريال تفرق ايه الماتيريال عن الماتيريال تفاصيل دقيقة في حكاية الفراغات أنا أجاي لك بفراغات ايه التفاصيل ايه الغلطات اللي ممكن يقع فيها أي حد مش متخصف في تجميل الأسنان والمريض نفسه ممكن يدفع تمانا غالي إن السنان هيتبقى عاملة ازاي تفاصيل دقيقة في التعامل مع الجوانب المسلمة في الفم أول لسه تفاصيل دقيقة في رسم سطح السنة لأنه ده عالم مهم جدا طلع عليه فدي حاجات من اللي جاي الحلقة دي احنا بنقول الفكرة العامة والحلقات الجاية هقول لك تفاصيل بقى طبها تفيد العيان والدكاترة كمين شورت وشورت ضيف العزيزة المبدأ دائما دكتور عبد الله متولي اخصائي تجميل الأسنان المؤسس لمركز برايتي مراكز بقى برايتي لتجميل لتنصح شكرا